التحدي الكبير اللي يواجه السيد الكالومي وهو يدرك طبيعة هذا التحدي منذ تم تسميت رئيس لمجلس الوزراء يعني التحدي الاقتصادي الديون اللي تجاوز 134 مليار دولار العجز المالي 100 مليار دولار المشكلة الأمنية يعني اليوم هناك استراتيجية عسكرية للميليشيات الإيرانية مناهضة ومتناقضة ومتقاطعة تماماً مع استراتيجية الدولة في ضمان الأمن استراتيجية إيران استمرار الفوضة استمرار الحروب تحويل العراق إلى مسرح العمليات الأسكرية ضد الولايات المتحدة الأمريكية وقوات التحالف الدولي استراتيجية الدولة بالعكس هي ضمان الأمن والاستقرار وضمان مواجهة تدريجية للفساد المالي النقطة الخطيرة الأخرى إضافة للأمن هي مسألة الفساد المالي لحد اليوم نعم هناك بعض الإجراءات لكن ما زال الفساد المالي يعصف في مؤسسات الدولة المختلفة يعني بصورة كارثية يعني نستمع يومياً إلى شهادات وإلى وثائق ولا فيديوهات لفضائح يعني تسكم الأنوف يعني نذكر مسألة النفط بالبصرة 300 ألف برميل يومياً تصدرها الميليشيات بكيفها وتنزل الفلوس ماهل 300 ألف برميل يومياً بتجوبهم وتنقف من تروح ميليشيات الموصل تهرب نفط القيارة تهرب المخدرات السيطرة على منافذ الحدود السيطرة على المطارات السيطرة على المدن السيطرة على نقاط الاتصالات الحواجز كل هذا كوارث السيطرة على المدن 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 السيطرة على